السلام عليكم إخواني الكرام في هذا الفيديو أحببت أن أتقسم معكم التطبيق مهم جدا يعني ضروري قعدنا في الهاتف ديانا كي سهل عنا بعض الأمور اللي كان يحتاجوها في الحياة اليومية ديانا بحال مثل أشخاص اللي في السياقة دائما يعني مثلا في السياقة و بتنجيروا شي مكلامة بلا ما نضطر نقف لهم بحث في الريبرتوار ديالي يكفي بأن يعني نقول مثلا أبل فلان يعني أبل محمد أبل كذا كتدوز المكالمة نيشان بلا ما نهز الهاتف ديالي بلتا حاجة ولا نقلف الريبرتوار و نضيع الوقت يكفي أنني أقول أبل فلان و كتدوز المكالمة نيشان مثلا هنا أبني نقول أبل محمد الهاتف هو اللي يقلب ليه في الريبرتوار ديالي بلا ما نحتاج نهز الهاتف ولا ما ننشوش في الطريق لا كنبقشاد فلان و الهاتف هو اللي يقوم بإجراء المكالمة أبل محمد و الهاتف هو اللي يتكلف المكالمة و كتدوز المكالمة نيشان مباشرة عندما كما تشوفوا معايا يعني ما نحتاج نقص التليفون و نقلف الريبرتوار المكالمة كتدوز مباشرة من الأشياء المفيدة في التطبيق أيضا أنه يمكنني حدد ليه مثلا المستشفيات اللي قريبة ليا مثلا نكتفشي مدينة غريبة يكفي أنني نقول كي يحدد ليه المستشفيات اللي قريبة ليا سواء داخل المغرب أو خارج المغرب يعني بلا ما نبحث في الأنترنت هو كي يقلب ليه على المستشفى اللي قريب ليه كما أيضا من الخصائص المفيدة في هذا التطبيق هو مثلا إرسال الرسائل مثلا في إرسال الرسائل يكفي بأن يقول نضاي اميساج و نحدد الشخص و نقراله و نفتي الميساج و يتكلف البرنامج بكتابته و الإرسال دياله للشخص يعني أنا في السياقة بلا منهز التليفون ديالي و نكتبه و نستطيع أن يستطيع شيئا أو شيئا يكفي بأن يقول نضاي اميساج و الهاتف يفتح العلبة على الرسائل و يبدأ بكتابة الميساج و يتكلف بكتابة و الإرسال دياله يكفي بأن يحدد الغير الشخص سواء رسالة أو الواتساب حتى الواتساب أو حتى الواتساب حتى الواتساب يكفي أن نقول نضاي اميساج واتساب حتى الواتساب و نستطيع أن نكتب الميساج و نرسله و نحدد الشخص الذي أريده و نصف له الميساج و أنا كنقوم بالأشغال سواء في المنزل أو في السيارة من الخصائص أيضا هو تحديد الحرارة مثلا يكفي بأن يقول الميساج مالخصائص أيضا هو مثلا المنبيه يكفي بان نقول لي مثلا ما الريفي على الساعة كده يعني يخدم لي الريفي او مثلا المنبيه في يقنية في هاد الساعة وهو كي يخدم هانيشان بلا من نبحثان في الهاتف جاي ومدن نحدد يدويا يكفي غير بالكلام جايلي كنحدد الريفي وحتى الاجوندا يمكن تحكم فيها المواعيد وبزاف جال خصائص حتى الالارم المنبيه يكفي بان نحدد له الساعة وهو كي يكتفي بتشجيل الساعة خصائص كثيرة منها مثلا الصيدليات قد نطلب منه ما هي الصيدليات القريبة ليها ما هو الدكتور القريبة ليها يتصل بالاسعاف يتصل مجموعة من الخصائص الجميلة في هذا التطبيق هنا مثلا فيما يخص في الخرائط والصفار يمكن أن تقول لي مثلا نافيجي افاس او ارابة او اي بلاسة وهو يحدد لي الطريق اقرب الطريق لهذه المدينة سواء داخل المغرب او خارج المغرب نفترض ان كان في مدينة انا انا اعرف اي خياراتها يمكن أن تقول لي المدينة وهو يحدد لي الطريق مثلا هنا نافيجي بارسلون امدغيد يحدد لي اقرب طريق و يقول لي ازدحام و او ما كان التوقيت المدة الزمنية و المسافة بالكلومتر يعني تطبيق يساعدنا بزاف في الاصفار جائنا و بخصوص منطقة يمكن ان تحدد لي غير المسافة او من نقطة الانطلاق الوصول وهو يقول لي يعطني مجموعة من المعلومات هنا مثلا حدثت لي دولة من المغرب الى خارج المغرب و يعطني المعلومات و الطريق و مجموعة من المعلومات يعني المسافة و المدة الزمنية و المستغرقة و حالة الطريق و ما كان يزدحام يعني هذا التطبيق مفيد جدا و فيه بزاف خصائص يمكن لي استعماله اي واحد او اي شخص في السيارة ديالتو او في المنزي ديالو انا مثلا في المكتب ديالي كنشتغل نطلب منه نطلب منه مثلا يبحث لي على شي حاجة ديفينيسيون شي حاجة شي معلومة شي ماتش يمتكين هاد الماتش يمتكين هاد المقابلة شي وجبان نقول لي مثلا ما المقادر تعاد الوجبة والتعريف على شي شخص ولا يفتح لي مثلا العلبة للموسيقى ديالي ولا القرآن الكريم اي حاجة يطلب منه يديرها هوك يتكلف و غير بالصوت ديالي نتمنى ان هذا الفيديو ان الاعجاب ديالكم و انكم تشاركوه مع الاصدقاء و لا تبخلوش عنه بتعليقات ديالكم و شكرا جزيلا